اشتركوا في القناة على الرقم اللي عم بتشوفه عم بيمرو قدامكن هلأ نحن وياكم بدنا نرحب بدكتور باسكاراد أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا فيك راني كيفاك اليوم؟ تمام دكتور بهالحلقة كنا عم نحكي عن السمنة بنواحي الموضوع قدي السمنة ممكن تشكل أزمة نفسية على الشخص؟ يعني كل الدراسات فرجت أنه التأثير كتير كبير بجميع المراحل إن كان وقت وزنك هو صغير من أنت وعمرك صغير أو إذا كسبت بطريقة سريعة اللي هي كمان خطرة لأنه بتكون شكلت شخصيتك على وزن أصغر وعلى جسم مقبول وفجأة بتحس حالك أنه زادت تاني شي فيه نظرة العالم اللي هي كتير بتأثر في كتير أشخاص بيطروا بدوا يأكلوا بكمية كبيرة إذا كانوا عندهم سمنة نعم بيظهروا بالليل على المولاتة يشترون غراطة ما حدا يشوفون التنقل الضعيف الصورة النفسية كتير بشعة في كتير أشخاص بيقوا في وجه المراحل بيهت حاله كيف وصل لهذه الدرجة بيقنح حاله أنه طيابه عم تقصر مش هو عم ينصح شو بتخبرك يعني كتير القصة كبيرة وأوقات كتير بتمنعهم أن يطلعوا من البيت بتأثر على أشغالهم انتجيتهم لأنه دايماً بتهكم فيهم إذا راحوا يقدموا على شغل وكل هالأمور بتأدي أنه الإنسان عم يوصل لعقدي شوي خاصة وقتها عدد الكيلو ما يكونوا عقد لإياس نعم كنا استقبلنا هلأ شخص خدع على جراحة تصغير معدي وكان عم بيقول أنه المجتمع ما بيرحم قالنا رامي شو تعليقك دكتور يعني قلت له شو تغير بحياتك كيف هلأ نفسيتك قال لي عم تغير كتير إشا بحياتي كان قبل يعني كلهم مثل يتمسخروا علي المجتمع ما بيرحم صح وفي كتير أشخاص بعد ما يعملوا العملية في عالم بيخفوها بس في كتير أشخاص بيذكروها تيفرجوا أنه هن عملوا مجهود وأنا زبطت حالي وعملت إنجاز لأنه بعدها هلأ إذا الواحد عملها ونجحت ونفسيته وكل أعصابه كانت مرتاحة وأخذ الوزن الضعيفي اللي بده إيه بيعتبر أنه عمل إنجاز بحياته عملية صغيرة نحن بنعملها قده بتوترك وبتخاف وبتتردد وأوقات ما بتعمله بتوع كل الليل سهران أنه كيف بدك تعمل كيف عملية مثل هي لهيك العالم ما بيرحمه وكتير بيقدرك على وزنك وأوقات بيعتبروا أنه أنه أنت ما عم تعمل مجهود كيفة ما بيعرفوا أنه أنت مثلا خضاعة العيلة جيد زيد وزنك أو أنت مرأت بصدمة معينة طرتك تعمل هيك ما عندهم أي تقدير بيوصلوا عليك بيحموا عليك تغرب لك وهيدا أكيد أشخاص بالنسبة لهم كتير بتأثر فيها تحطموا الزيادة وأكيد توصلوا لأكتئاب كل الوقت أكيد دكتور كيف بينظر اللي عنده وزن زيد أو في نقول السمين لنفسه هي النظرة اللي علاقة أكتر بحيويته بنشاطه وبمقدرته عمواجهة العالم بدك تعتبره أوقات كمان السمين بيحب يأكل في كتير عالم بيحبوه حبوه بيقعد على الطولة بيأكل من كل شيء كل الوقت بس في كتير عالم بيصير يفرشو خلقهم بالأكل قصد يمكن صح؟ أكيد بالنسبة لأكلهم هيدا صار شيء تاني عم نحكي شوية كيف نظرة العالم لأكله في أشخاص الأكل بالنسبة لألهم صار إدمان دونك عم يستعملوا لمعالجة مشاكل نفسية عم تصير معهم والمشكلة كبيرة إنه أنت وقتها عم توقف مخدرات أو كحول هي مانا أساسية فيك توقفها بس وقتها بكتوقف إدمان أكل ما الأكل هو أساسي أساسي كيف بدك تخلص من إدمان على شيء طبيعي دونك هيدا الشغلة كتير بتأثر فيه إنه يرجع يوطي هالقيمة الأكل بس لحاجة مانا صارت هي هدف الحياة وهي بنا نستعملها تنفيش خلقنا أو تنقذحانا أو تأثر على أهله خاصة الأطفال والمراهدين بيكون بطريقة فجعة تحتى يقذحانه قدامهم إنه أنا عم بنصح بس أدمركم تعصبكم تحتكم بموقف محرج إنه أنتوا معم تهتموا وهيدا الشي بيفوت نمط عند الإنسان وأوقات بيتعود عليها وهيدا إحدى مخاطر عمليات تصغير المعدة أو العمليات اللي هي للتضعيف إنه أنت تعودت عن نمط معين بالأكل على دوز معين من السكريات فجأة بدأت توقف وهون الصدمة الكبيرة من بعد العملية إنه أنت منك محضر لأنه ما بيعملوا لك كتير رجيم قوي قبل العملية وإلا إذا زبط ما كنت عملت عملية بالأساس لهيك منك محضر لبعد العملية في حياة كلها بدأت تغير ولهيك المتابعة أوقات بتطلب وجود حدا من نظام إذا بدك الجهاز النفسي يتابعوا حتى يقدر يتخطى بطريقة صحيحة نعم لما يطلب المساعدة وينوي أن يقوم بجراحة أو غيرها بيكون هون يحسها حاله أنه عم يقوم بشي غلط بديك تعتبري أنه في كتير عالم بيهدتو أنه هيدا أسهل الحلول لألك لهيك بيحس حاله غلط وفي عالم ما بيحبوا فكرة أنه أنا عم قص حالي أنا عم بقدم على تصرف ما فيه أرجع منه خاصة هلأ أنه العمليات الفعالة هي العمليات اللي بتزغر المعدة بشكل جذري أكتر من العمليات اللي هي بواحد فيه رجع فيها لورث إذا بده يمضي فيها في عنده تغيير أساسي بحياته ما فيه راجع منه وكتير عالم بيهدتو متمقلنا أنه أنه أنت ما عملت مجهود إضافي لو بتشد حالك شوي كيف نزلت عشرة فيك تنزل أربعين بس عشرة هيني الأربعين مسألة كتير كبيرة وكتير صعبة والعالم ما بتفهم أنه جسمك بطل يتجاوب بعد ما البي أم آي يزيد عن الأربعين يلي هو حسابات الوزن على الطول تزيد عن الأربعين كل عالم تعرفها صعبة كتير الإنسان ينزل صار شو ما أكل حتى لو لأمي بتبقى جوه صار فيه الميتابوليزم استقلابي بيوقف دونك أنت صرت بموقع كتير خطر وما بقى عم فيك ترجع وأوقات توصل أنه فيه أمر طبي بأنه تخضع العملية لأنه صار فيه ضرورة ضد السكرة ضد الضغط كل المشاكل الصحية ما بقى مسألة أنا خيفان أو أهلي بدهم أو مننطر بعد سنتين ثلاثة صار فيها مسألة ولدرجة هلأ المراهقين أوقات عم يخضعوا له نعم بعد الجراحة وتنزيل الوزن خاصة أنا فيه أشخاص بنزلوا لحد يمكن الـ 50 كيلو وأكتر تتغير صورة المريض لحاله تتحسن نفسيته فينا نقود إذا بدك من ناحية الصورة تغيير جذري ما في حدا نزل وزنه بهالطريقة واعتبر حاله أنه أنا تشوهت أو بطلت أنا أكيد بيستغرب لأنه النازل كتير سريع على وقت بيستغرب شو عم يصير فيه وإذا ملحق حاله برياضة بتنشيط العضل بشد الجلد إذا كان فيه تراهل كبير يمكن شوية بينزعج بس النتيجة الكبيرة هي إيجابية جدا منحكي عن حالات نفسية بتصير بعض العملية ما بتتخطى الخمسة بالمئة أول ستة شهر وبعدين بعد سنة بتصير تقريبا تلت عشر بتزيد شوية خاصة إذا الواحد منه محضر بس عم تحكي في خمسة وثمانين بالمئة وطلوها العملية جدا فعالة بتغير له كتير حياته وما فينا نقول إنه بتشله إذا بدك هالمجهود إنه أنا بدي أضعف بس بتعطيه سيطرة على حياته رجع عامل شي نزل وزنه بإيده وسيطر عليه ورجع أخذ جسم مقبول هذه كتير بتعطيه معنويات عالية إنه أنا فيه أتحكم بحياتي بطريقة صحيحة نعم ممكن بعض الأشخاص يحتاجوا لجلسات نفسية بعض العملية فيه كتير أشخاص بيحتاجوا فيه كتير أشخاص بيحتاجوا لأدوية لأنه مثل ما قلتلك أوقات نقص المواد والفيتامينات خاصة التريبتوفان اللي هو بيساعد بعملية المواد الكيموية ضد الاكتئاب بالدماغ السيروتونين أوقات بتهبط خاصة عند المرأة أكتر لهيك بنحتاج نعطيه دعمة دوائية تحتى يوقف تحتى يرجع يعود هالنص تانيا فيه صعوبات النوم اللي هي كتير بتصير نطرق أوقات نعطيه أدوية من ناحة المتابعة النفسية كتير مهم يعني عمل تقييم قبل العملية فيه أشخاص بيستعملوا الأكل للإدمان بيأكلوا بيستفرغوا دونك عندهم بوليميا فيه أشخاص عندهم مشكلة مع الأكل من زمان كتير هاو دي كلهم بكترقبهم قبل فيه أشخاص كتير عندهم توقعات عالي أنا الناس بإنزل ستين كيلو أنا بدي كون مئة وعشرين بد يصير ستين بسنة هاو دي الأشخاص إذا ما عرفوا شو نطرهم بيعملوا هبوط نفسي كتير كبير وأكيد بيحتاجوا لعلاج طي يتقبلوا ما يقزوا حالوا عن جديد خاصة أنه بعد العملية المراقبة أصعب كل الأشخاص بتعرف هاي ده أوكي اللي عنده سمني بيأكل عالم بلانته بس إذا أنت عمل عملية كل العالم بتنتبهي أكل تشيبس أكلت شوكولات عم بتخبس نعم ليه عم تعمل ما عرفت أنه عملت عملية ضغط النفس بيصير أصعب والمرائبة أصعب وأكيد المسئولية أكتر إذا رجع زاد وزنه بعد العملية ولو شوي يعني هو عم يخبس وهون المشكلة أنه هائلة العملية فشلت لكان بده الواحد ينطبع على حاله أكتر أكيد هاي دي بدأت تأثر وأوقات المتابعة تترجع تعطيه مساعدة نفسية ضرورية نعم دكتور باسكارب تشكر وجودك معنا لقاءاتنا تتجدد قريباً إن شاء الله مشاهدين لهم بتكون خصت حلقتنا لليوم من صحتك بديني نحن ملتقين بكرة بحلقة جديدة عنوان الولاد المبكرة ترونا